طبعاً شكري وعظيم تقديري لأستاذ الفاضل والعالم الجليل دكتور محمد الخشت اللي بالفعل على مدى سبع سنوات احنا مروا علينا كأنهم سبع دقائق على الرغم من فيهم إنجازات أكتر من سبعين سنة هذه الإنجازات اللي بتشهد بيها لدرجة أننا أعتقد بالأمس أو أول أمس يمكن أنا قلت له بس اللوحات التأسيسية للافتتاحات في عهد ما عليك تكفي أنها تكون مجلد بل مجلدين بل ثلاث مجلدات يعني على نمط كده أن ما إن مفاتحه تنوء بها العصر بقول القوة فدكتور محمد الخشت الحقيقة يعني لم يترك مجالاً ولا كلية ولا تخصص إلا وأضاف إليه وزي ما قال الدكتور محمود السعيد أننا بتشهد الإنجازات فين كانت جامعة القهرة في التصنيفات الدولية وأين أصبحت الآن فين كانت جامعة القهرة في البرامج بتاعتها وأين أصبحت الآن فين كانت في منشآتها وأين أصبحت الآن فين كانت بإنجازاتها وأين أصبحت الآن أصبحت الآن جامعة القهرة فعلاً واحة للأمن والأمان والتطور والتقدم يعني فعلا إحنا مش الجيل الخامس إحنا كنا في الجيل التاني وأصبحنا في الجيل الخامس فدي نقلة نوعية إحنا بنشكر الدكتور محمد واصمار الكشت على كل هذا الدعم وكل هذه الإنجازات الضخمة اللي تمت في عهد معالي واللي بتشهد بها القاصي والداني ويشهد بها جميع العمداء من جميع التخصصات